فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فإنه كما قال أنس كان أخفى الناس صلاة في تمام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي نعم هذا جواب عن إشكال مشهور وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التخفيف كما سمعنا بينما كان هو صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة كما يأتي وكما أنه يقرأ بالستين إلى المئة في الفجر في الركحة الأولى أو في الركحتين كما يأتي فكيف نجمع بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم عن هذا جوابان الجواب الأول وهو المشهور أنهم إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل فإنه يطول بهم وهذا هو الذي يحمل عليه فعله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون أن يستمعوا القرآن منه ويرغبون في التطويل وهذا جواب وأما إذا كانوا يشق عليه ماذا ولا يرغبون فإنه يخفف بهم كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره بل عمم وقال أيكم أما الناس فليخفف والجواب الثاني ما ذكره الشيخ وذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام لأنه كانت صلاته معتدلة كانت صلاته معتدلة بين التطويل الشاق وبين التخفيف المخل